مرحبا حضرتكم مرة كمان واسمحونا بس قبل ما نبدأ أنا وكريم لأن لسه الخبر ده يعني وافد لينا من دقائق قليلة جدا طبعا إحنا لازم نعزي أنفسنا قبل ما نعزي عائلة أسف هنقول الراحل الإعلامي والصحفي الكبير مفيد فوزي توفي النهاردة من ساعات قليلة جدا طبعا هو كان بقاله فترة يا كريم مريض وكان عمل كذا عملية وتوفي النهاردة الصبح يعني عن عمر يناهز 89 عاما يعني بعد إصراع مع المرض لفترة طويلة الواحد حزين أنه هو بجد بيقول حاجة زي كده الأستاذ مفيد فوزي كان قيمة كبيرة جدا جدا كنا بنتفرج عليه من وحنا أطفال صغيرين جدا حقق إنجازات كبيرة شخصية إلى حد كبير محبوبة في الوطن العربي الله يرحمه وخليني أقول لحضراتكم برضو أن الجنازة مفروضة أن هي ستبقى من كنيسة المعرعش في الزمالك ساعة 12 الدهر النهاردة طبعا نيخال استعزينا لكل المصريين لأننا نحن نتكلم على أيقونة في عالم الصحافة والإعلام نتكلم على شخص استثنائي شخصية كاريزمية من طراز نادر صديق صدوق ومقرب جدا من أجيال متعددة من النجوم والنجمات صاحب قلم مختلف صاحب كلمة مختلفة صاحب أسلوب مختلف الحقيقة الراحل الكبير مفيد فوزي يعني رحمة الله عليه يعتبر قيمة وقامة استثنائية في دنيا الصحافة وفي دنيا الإعلام خارس تعزينا للشعب المصري خارس تعزينا لأسرته خارس تعزينا لابنته الأستاذة حلال مفيد فوزي ولكل محبي ولكل متابعي كتاباته ولكل مشاهدي برامده يعني رحمة الله عليه كان يعني حقيقي قيمة وقامة بالمعنى الحرفي لكلمة ربنا يرحمه ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان خارس تعزينا ترجمة نانسي قنقر